أنا هيك طالع على الصفحة عندي كمان ولا؟ لا بدي أعملها شير عندك هلا بس انت تفضل يحكي طيب إذا فيناك تعملها شير يس لنشوف يبلشوا المتابعين يعني يتفضلوا معنا كما يكون في متابعين كتير شير شير تو جروب وشير شير 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 موسيقى 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 انا الoptions عندي very limited it seems to be good انا شيريو سيناو هل هو بس روحة الليف عندك انا صفحة عندك من تلفوني التاني طلعين انا وياك عالصفحة عندك لايك نعم عندي بس بدي حاول حط عندك كمان انا بس عملها انا في ناعدها شير لعندي و بس ما حتى في الوقت الحالي it seems to be good اناو شيريو سيناو can you share it, can you share it yes i did حالا قلين اشرو ترجمة نانسي قنقر البرنامج الجديد هذا لأن الفيسبوك منعوا الاستضافة على الفيسبوك مباشرة فاضطرينا أنه نسأل شخص ثالث أخ عزيز علينا كمان أناس المصطفى عن موضوع البرنامج وعطانا هذا البرنامج وإحنا عم نتعلم عليه في الوقت الحالي فشكرا لصبركم معنا واللي بين دكتور أنه هذا اللي بيصير هلأ أنه ما هيعطي نوتوكيشن للشخص تاني بس يرتفع عدد المجاهدين للستة وعشرين لأنه عملنا له شير فهلأ محطوط شير من الجهتين عندي وعندك إن شاء الله طبعا الموضوع الآن موضوع الكورونا موضوع الساعة فأنا نحكي عن الموضوع بشكل عام بشكر الإنشياتيف اللي طلعت من أخونا سام جسري ونفتح قلوب لنا بعض نساعد بعض بهذا الوقت ويمكن نجد حلول لبعض المشاكل اللي في المجتمع دواعا في مجتمعنا هون أو في مجتمعنا غاد فإن شاء الله الجميع يستفيد منها أكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بالجميع الوضع في الحال اللي إحنا فيها الآن حول العالم وفي كندا بالذات مش مريحة لكثير من الناس مش مريحة لإلي ومش مريحة لأي شخص أن يكون حاسية لإلفها أنه هو أو أهله أو أرى دينه أو أمه وأبوه في حالة خطرة ومشان هيك اليوم سنتحدث عن موضوع حالة الطوارق في أونتاريو أوتوى طبعا جزء من أونتاريو ومساقة المدينة اللي عايش فيها جزء من أونتاريو تم اليوم صباحا أعلان حالة الطوارق في أونتاريو شو معنى هالكلام شو معنى هالشي هذا بالنسبة للمشاهدين بالنسبة للناس اللي عايش في أونتاريو شلون فينا نتساعد بإنه نقضي على هذا البيض. شلون ليش مهم جداً إنه عود ببيتك أو التزمي البيتك هاي المواضيع اللي حكي فيها طبعاً أنا حضرت أمثالي وحضرتك الماياتفون والكاميرا لصديق خليج رشيد وهو خالد رشيد البرلماني في الموضوع لك أنا أبدأ بفطوية نظري اللي أتمنى أن أحكي فيها حوالي شهر وجهة النظر حطوها بمثال مثل أعواد الكبريت اللي محطوطة بجنب بعض وبالشكل واحد من عود الكبريت اللي هو حرارة مثل الشيبر وبيبلش أعواد الكبريت كل ياتم وورا بعض بحال سحبت واحد من أعواد الكبريت هذول حرارة صار في فاصل بين أعواد الكبريت ووقف هذا الحريق فالناس لما عم تنسحب وتقعد في بيوتها عم توقف هذا الدامج عم توقف هذا الدامج فهذه هي الأهمية دكتور جمال إذا بتحبتها خد خمس دقايق مقدمي ومن بعدها بنطلع معاك في فرلمات الخلب الرشيد شكراً لكم جميعاً الموضوع في الإبيديمولوجي أو علم الأوبئة في شغلة اسمها أو بالرياضيات كمان برضو هاي موجودة في شغلة اسمها المعادلة اللغريتمية اللي هي بيصير واحد بضرب في اتنين الاثنين في اتنين بيصيروا أربعة الاربعة بيصيروا ستاش الستاش بيصيروا أربعة وستين وهلما جرى يمكن كنا كنا سمعنا في قصة لعبة الشطرنج لما إجا واحد وقال للملك أنا بدي حبة رز على أول قطعة شطرنج حبتين على ثاني قطعة وهلما جرى لما وصل لآخر مربع في الشطرنج وجد إنه كل مملكته ما فيها ما يكفي من الرز لإنهاء لهذا فهاي هي المعادلة اللغريتمية في إيطاليا في فبراير 25 كان في عندهم 229 حالة في معرس 3 كان عندهم 2000 حالة مبارح 16 معرس كان عندهم أكثر من 28 ألف حالة من 229 ألف حالة إلى 28 ألف حالة خلال مدة تزيد شوية عن أسبوعين كندا الآن الكندا الآن عندنا حوالي أعتقد 500 حالة الآن لو لو بنحسب نفس المعدل يعني حلال أسبوعين إحنا ممكن نوصل لهذا الرقم إذا لم نقم بما مطلوب منه وهو العزل الشخصي طبعا الحكومة عليها واجب كبير لكن المسئولية هنا تقع على الأفراد المسئولية الفردية أكبر من مسئولية الحكومة في هذا الوقت لأنه هي الوحيدة التي ممكن توقف هذا الحريق اللي حكى عنه أخونا سام اللي هي عود الثقاء بهذا اللي حيطلع الفيروس هذا ضعيف جدا لا ينتقل إلا عن طريق الرذاذ ما بينتقل مع الهوى فإذا ما أنت ما تقابلت مع شخص مريض لن تحصل لك الإصابة وبالتالي لن تنقل العدوى والفيروس هذا بنموت في الطبيعة فالموضوع الآن نحن بينا على مفترق طرق إما أن نصنع التاريخ أو ننغي الجغرافيا الآن يا إما بنقتل هذا الفيروس أو رح يقتل هذا الفيروس أنا أقول لكم آلاف الآلاف لن أكون متشائم كثيرا لأنه أنا عارف أنه نحن الشعوب والعالم والإنسانية مرت بأزمات أقوى من هاي الأزمة وتحديناها والحمد لله انتصرنا لها فأتوقع أنه إحنا عندنا مسئولية المسئولية الفردية مهمة جدا نكون متفاهمين شو اللي عم بيصير وما يعني أنا بدي أعتذر بدي أطلع شوي على الموضوع لكن الهزل والمزاح الكثير في الموضوع أصبح يعني بوصني أنا اليوم الصبح صحيح 100% في هذا الموضوع في ناس أخذين الموضوع بالشكل هزالي جدا يعني يا أما مصخرة على جنسيات أخرى يا أما مصخرة على شعوب يا أما مصخرة على بعض يعني صار في نقطة عن الموضوع الموضوع ليس نقطة بالمرة ليس معنات أن نقضي بعض أو نقضي في حزن أبدا فرحانين في البيت أنا قاعد بنعب شطرنج مع ابني مثل ما بتفرج عليك دكتور قاعد رجعت تعلمت أنا وأولادي لعب شطرنج بنطلع بنلعب باسكتبول لحالنا برا على الباب بس ليس معنات أن نعزل حالنا نتبح حالنا بس الموضوع مش لعبي الموضوع مش هزال الموضوع مش نكتي الموضوع مش أنا بمر من قدام شيشة كمحل شيشة بدون ما أذكر اسم بس ما أرى من برا من الأزاز المحل مليان الشيشة هذه لحالها مصيبي يعني أنا مش دكتور دكتور فينو يحكي لكم إنه قداش عم ينكي العدوى مش عنيحكي على الشيشة إنه هي مصيبة ومضرة في الوقت الحالي التلوث اللي بيطلع من الفرابيج من الجادي ومن الهوز شكو بيعطل دكتور لا أكيد هذا موضوع الشيشة يعني أنا مستغرب يعني هل في ناس لسه عندهم استهزاء بأرواح أطفالهم بديش أحكي أرواحهم أرواحهم هاي هم يعني الله سبحانه وتعالى مسؤول عنها لكن أرواحهم يمكن بس أرواح أطفالهم هل هم يعني ما هاممهم أرواح أطفالهم وأباءهم وزوجاتهم في آية في القرآن بتحكي وهذا وصف لما نحن عليه اليوم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم قصت قلوبهم الآن إحنا قلوبنا قاسية الآن ما عندنا فكر قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الآن هذا هو واقعنا للأسف سواء من الإشاعات اللي بتطلع سواء من النكة الغريبة اللي بتطلع سواء من الكذب والرياء عدم المبالاة يعني الحكومة بتقوم بواجبها لكن الواجب الأكبر أنا بحكي اليوم وبكرة وغدا خلال هذول الأسبوعين لثلاثة أسابيع على المواطن أسف المقاطعة هنطلع معنا البرلماني خالد رشيد يحكي عن القانون الطوارئ اللي صار الآن في أونتاريو أهم القانون الطوارئ مرة تانية أحنا نفسنا يكون عنا قانون طوارئ هنتابع أنا وياك دكتور بعد ما يخلص الأستاذ خالد رشيد معنا هنتابع في موضوع اليانسون والقارلين لأن هذا موضوع كثير مهم فنتابع فيه أنا وياك طبعا مع احترامي للجميع حيكون معنا الآن البرلماني خالد رشيد من حكومة أونتاريو حيحكي لنا عن إيش هو القانون الجديد وشلون لازم نتعامل معه دقاء ثواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعني أحد أنا فقط أعطيتك مرحبا في الموضوع إن شاء الله سأعطيك بخير بخير رشيد you are live right now in front of the camera and the viewers and shared on multiple connections and on multiple platforms inshallah the question that raising up today and it is from everyone what is the new emergency state what does it mean and how can we help the government first of all I wanted to introduce MBB Khalid Rashid MBB Khalid Rashid is one of our brothers one of the great people who work hard behind the scenes he is a part of the government Ontario government right now working with Dogford and the caucus I am thankful for the new for the new action act that you did because it shows responsibility for Ontarians so please if you could tell us more about it we would really appreciate it sure bismillah al-shman al-rahim first of all brother Sam Jazakallah for giving me the opportunity to speak to you and your viewers so as you know that for the past months we have been experiencing this COVID-19 also known as coronavirus and as a provincial government and we have been working with our chief medical health taking his advice on things that we need to do in order to make sure that the people of this province are protected from COVID-19 as you know this is a worldwide issue right now but as a provincial government we have a responsibility towards the people of this province yesterday we announced some measures in terms of you know the precautions and then this morning we declared state of emergency this state of emergency does not mean that the province is on lockdown rather it is that we have invoked a certain article the voice is gone Khalid if you could revise on that please can you hear me yes I can now yes sorry so basically what we have done is that this this morning we announced the state of emergency but I just want to your sorry it got paused sorry about that no problem but this state of emergency does not mean that this is a provincial lockdown rather what we are saying is that we are looking at measures how to protect the people of this province and trying to avoid areas where there is gatherings because this virus unfortunately is being spread through people meeting meets and greets or gathering places so moving forward as of this morning we have said libraries yes we hear you we hear you it is clear keep going yeah so places like for example places of worship we are asking them to not to be open until March 30 any gathering of more than 50 people is being asked not to not to have that assembly but on the other hand we are saying that we would like the businesses such as grocery stores pharmacy to continue to operate factories to continue to operate big grocery chains to continue to operate because we still would like the supply chain and people should be able to go out and buy groceries and stuff like that we want the employers to make the decision in terms of whether how they would like to work with their employees as you know that we have been advocating very much out there that you know if you can work from home employers should allow the worker or their employees to work from home if they can but also we are bringing a legislation issue the camera has passed I apologize again from the viewers we are trying to do our best so we don't FaceTime with broadcasting and we are as I said earlier learning on the new software that work with social media okay Khalid so basically we understand from this that this is not a lockdown on Ontario but everything is open on the table based on what's happening around us so the chief medical officer is watching closely the caucus the parliament is watching closely and they will be moving forward based on what's happening around us for the safety of the people yes absolutely I mean look we want to make sure that we are getting the advice from the right people you know the chief medical health officer is somebody who's responsible for this province so based on all our decisions are based on his advice and we will continue to listen to his advice and act upon but right now as I said that you know we are saying that if you are this legislation that we forward if you have to go on self isolation or quarantine you are not going to lose your job this legislation is going to be brought forward on Thursday with the hope that we pass this legislation as quickly as possible awesome awesome so this is another legislation he's talking about Dr. Jamal I'm holding the phone if you could take a little bit of notes after we let our brother of provincial parliament go basically to carry on his missions in life and the importance that he do we could talk further about this so some of the notes that we take in here there is the emergency state that we could talk about and what does it mean to Ontarians and then there is the second thing which is a bill or constitution that they're working on or an act that they're working on where employers should be employees when they stay home and employees shouldn't be afraid to stay home if they are on self isolation okay okay I hope we are working also very closely with the federal government we have been watching what's happening yesterday with federal government we heard some announcements there are announcements that I like and there is as a recipient there is some announcement that I would like them to be even brushed a little bit and worked a bit more on for me economy is important but a lot more important is not economy it is people sold one person sold you cannot pay me the world money for it and I think you agree on that yes I mean further what this state of emergency when once we declare it allows us to release funding as well too so as you know the province announced over 300 million dollar worth of funding for our frontline healthcare people our frontline people because at the end of the day these are the people who are putting their their life at risk in helping others so we want to make sure that they are well protected so as a provincial government we are investing money as much as possible to make sure that the people of this province inshallah are protected as much as possible but at the end of the day the individuals the people of this province they have their own responsibility as well to make sure that you know they are following government of Ontario instruction they can go on our website www.ontario.ca slash coronavirus and all the details are there especially the protective measures as well too awesome awesome definitely a salute to all the frontliners who work very hard to keep us safe to keep our children safe and to keep all humans safe total and absolute salute and kudos to them they are they are our frontline army right now they are the real heroes at the moment so definitely we really appreciate what they are doing and I mean we are requesting people if you can stay at home please stay at home and also you know as you hearing about that you know people are hoarding especially papers and groceries you know as the premier has said and I have said that there by the grace of Allah there is enough supply available we just need to make sure that we are exercising everything with caution our premier has been in touch with all the big organization CEOs and we have been assured that there is enough supply we just want people to exercise with precaution awesome awesome you know they are not coding and can be used for this Khalid one more question and then we will let you go back to work brother the question is there is some places that are still open so it is not it is not seized yet there are some places and businesses that been open such as restaurants small restaurants is it amenity right now to close restaurants like brother so part of this state of emergency is that all restaurants are to be closed so dine-in is closed yes you can the restaurants are open for takeout at the end of the day still we don't want businesses to suffer as well too right so yes you can go to a restaurant for a takeout but dine-in are completely off limit definitely definitely but the advice clearly from all doctors i have heard in ontario and over canada and around the world stay home if you can stay home take advantage of this stay with your family know your family better talk to your family play games with your family it is time for it is a good two weeks of family time yes absolutely brother absolutely what doctor doctor jamal you don't want to stay with the family for sure for sure i'm doing that awesome i just want to add thank you thank you brothers but the things is it's very important also to check on the vulnerable people in the community especially elders i have a neighbor who is an old man alone so i just called him today tried to see if he needs anything thanks god he could manage himself he had food and medication but again call and before you go don't go and again you you could put them at risk so just call if they need you keep in contact call them every day two three hours just keep a company maybe phone conversation something like that could help actually khalid i want to add one more go ahead no and just to add that all your member provincial parliaments are working around the clock so and their offices may be in person meetings are not available at the moment because we are at the end of the day we would like to protect our constituents but all members are available online you can call their offices you can email them and we will respond back to you within 24 business hours khalid there is a nice initiative also that i seen a couple neighbors and i do it where we go out we don't get close to each other 50 60 feet away from each other we wave a hand at each other from our house doors and we ask each other do you need anything and there is actually a neighbor a neighbor who needed some food and there was packages being transferred they take the package keep it in front of the door he doesn't touch the package for a while till second day and then he go and take it so basically there is a nice initiative being done like this right now absolutely thank you so much khalid it was a pleasure having you with us as the updates come and as we see this virus going viral around the world but inshallah it will not be going viral in canada we will invite khalid rasheed to be live with us and other members of provincial parliament thank you so much kudus to you we really appreciate what you did today and i hope we keep those good human actions going thank you i really can i add something before our politician goes this time we have to stand together no matter it's okay it's okay it doesn't matter what political backgrounds we have what beliefs we have what religious background we have what cultural background we have we have to stand together now it's a humanitarian problem it's nothing to do with nation or or even partisan it has nothing to do with partisan nothing 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 we come back to the Arabian and conservative and NDP and we all we have to one and we have to another human we have to emergency in Canada وهذا هو الوقت الذي يوقفه الكل فيه وحان الوقت أنه يتعلموا يعني الأهل من جميع الجهات يتعلموا من النظام الذي نحن عايزين عليه النظام الكندي أهلاً أشياء في النظام الكندي يخرجوا من البرلمان ويذهبوا ويتغدوا مع بعض ويجدوا أنهم يعقوا بعض بعدما تقاتلوا في البرلمان فتجدوا كل الأحزاب في البرلمان أشياء يخرجوا أصحاب ولا يوجد أشياء بيناتهم حسناً في آخر اليوم إذا لم نوقفنا يد واحد ككنديين كأنتاريون كبشر مع بعض يد واحدة لا نستطيع أن نحارب هذا الفيروس نحارب أقل من هذا الفيروس دكتور جمال أريد أن ندخل في موضوع اليانسون والغارلك وماذا يحدثون في بعض الناس يعملوا خلطات خاصة على اليوتيوب التي ينباع والتي تريد شهر على اليوتيوب يعمل نشر على موضوع أخلط يانسون وحبت بركي طبعاً نحن أكيد نعرف هذه الأشياء فيها بركي وفيها خير اللهم صلى على سيدنا محمد لكن نترك العلم لأهله وما ندخلش في هذه الأشياء في وقت فيروس هذه الأشياء ممكن لها مشان الصحة العامة مشان تزويد المناعة بشكل عام لكن مش في حالي إذا فيناك تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع بكون مبنية نعم هناك كثيراً طلعت وفي كثير أدوية غريبة طلعت طبعاً موضوع يانسون طلع أولها وأتوقع واحد كان عنده شحنة يانسون بدبيعها هذا كل الموضوع يانسون يقوي المناعة بشدد كويس للمسالك البولية ما بنحكي عنه إنه سيء لكن ليس علاج عشان الناس يكون في فرق يعني للأسف إحنا في بعض أنا بحكي عنهم إنهم فاسقين لأنه ربنا سبحانه وتعالى حكام إن جاءكم فاسقهم بنبأ هذول اللي بكذبوا على أبناء شعبنا بحكي له أنا عندي دوالة السكري ودوالة الضغط وهذا الحكي يعني انتشر بعدة شغلات وعدة أمور لكن في الآن بده أكيد شهرة وبده يبيها فنزل باليانسون والتوم التوم قوي وجيد جدا لكن التوم يا جماعة التوم أنتي بكتيريال يعني مضاد للبكتيريا وليس مضاد للفيروسات بما معناه إذا أنت عندك رشح وأكل التوم ما هيقضي على فيروس الرشح حتى فيروس الفلو العادي هو بقتل البكتيريا ما فيه خصائص قوية ضد الفيروسات فبشكل عام علمياً هو جيد وليس سيء وهو يقوي جهاز المناعة وكتير علماء بقول لك لا أكل توم وبصل لكن يعني طلعت إشاعات أنه اشرب مية كل 15 دقيقة لأنه إذا دخل جوه المعدة جوه الحنجرة بتنزله على المعدة وبتقتله هو يعني هو مش مسالك مسالك مجاري مسالك يعني أنك نزل مية سخنة ومشي لا هذا الفيروس بدخل جوه الأنسجة وبيبدأ يعمل توليد لنفسه لأنه ضعيف فيعني يعني أنا بحكيه أنه خافوا على أنفسكم يلي بتحطوا هدول الإشاعات من الله سبحانه وتعالى أنه عقابكو رح يكون قوي يعني أنا يمكن حكيت أكثر من مرة قبل أربع خمس أيام طلعت إشاعة في إيران أنه شرب الكحول لأنه الفيروس بموت من الكحول فشرب الكحول يقتل الفيروس سبعة وعشرين شخص منهم طفل توفوا في إيران من الفيروس طبعاً في واحد كتب تعليق قال لي هذول ما أصلاً هم ارتكبوا حرام فالله لا يردهم لا يا جماعة الغريق بتعلق في قشة أنا ما بدي أحاسبهم الآن حسابهم عند الله أنا مش أنا اللي موجود أنا مش رب عشان أحاسبهم حداً تاني فيصيروا برأبته يصيروا بذمة اللي ألهم يشربوا الكحول وطفل طفل يعني أنت ما عارف طفل يموت بسببك عشان أنت حاطت نكتة واللي بيرجع نحكيها يمكن هو حاطتها كمزحة أو شيء لكن يعني حسبنا الله شفنا طبعاً شفنا اليانسون وشفنا التوم وشفنا هلأ آخر إشي شفته على مجموعة من المجموعات العربية الصديقة طبعاً مع احترامي للجميع إنه هلأ المصل اللي عم يخترعوه جديد الآن يجرب في أمريكا المصنوع من التوم يشهد الله هاي اللي شفتها فهلأ هذا صاحبنا يعني دخل المعامل اللي هم مش قادرين يحكوا أصلاً السر لرئيس الدولة يمكن فهو الأخ دخل المعمل وعرف إن شاء الله يكون صادق يعني إن شاء الله وعنى المصيل أنه مخطوط توم بيها هذا مثل ما قلت في شحنة يانسون ومبين في شحنة توم يعني كمان توم يتخلص منه توم بزريق جايبه من الصين كمان بفكاهة خفيفة أهدين الموضوع طبعاً الله يحمي أهلنا في جميع أنحاء العالم والناس يحكوا عن عن الصين ولا غيره والثيوري الكونسيبرسي ثيوري اللي دخلوا فيها الناس اللي أمريكا مصنع المرض ومدرمين مصنع المرض يا عمي هاي أمريكا ضرت في المرض مفيش حدا بيصنع مرض جيني إلا كان حطم الجينات تبع هذا المرض إنه ما يضرب أهله تمام؟ هاي واحد اتنين الصين لو بدهم يعملوا هالشيه مشان المسلمين إلا في الصين كانوا كمان عملوا ما يضرب الصين العادي بس يضرب الصين المسلم والعكس كمان صحيح هذا المرض لنه على قلاب دين ولا بعرق ولا بشكل إنسان ولا بلون إنسان هذا المرض مثله مثل الطاعون مثله مثل السباني شفلون اللي طلعوا قتل سبعين مليون واحد في المية من من الكرة المرضية مثله مثل هذه الوباءات إن شاء الله ما يكون بنفس المقدار من الحجم ويكون أخب كثير على البشرية لكن في قراءات وأنا لما بحكي قراءات ما بحب أروح على صفحة أبو عبدو يمكن حكيته عن موضوع أبو عبدو أو حدا حكي عن موضوع أبو عبدو ما بروح على أبو عبدو أو أم عبدو وبطلع للقراءات منها دكتور اللي بده يشتغل في السوشال ميديا أو اللي بده يقدم إشي للناس وبده يعتبر حاله إنه عم يقدم لجالي أو فيه ناس بتتابعه بيصير عليه مسؤولية كبيرة وأنا حكيت هذا الموضوع من شوي مسؤولية قدام الله وقدام العباد اللي يجيب معلومات صحيحة وكل شيء عم يعمل وما فيه تخفيث منها نحن اللي بنعمل نحن اللي بنعمل يعني مثل ترانزليشن اللي عم يقرأ إنجليزي للعربي وكذلك في المحكمة بنروح على المحكمة في مجال القانون مكتب محامة مدير مكتب محامة لما بنروح على المحكمة بدنا نحكي في موضوع قانوني ما بنعد بنغير الكلام لكي نخفف القسوة على السفن مثل ما بيطلب مننا القاضي أو بيطلب مننا الشخص أو المدعي العام بنحكي الكلام ما بنغير فيه إن شاء الله يكون قاسي إن شاء الله يبكي الشخص الآخر هالي هو الحق الضب كمان عندنا ولو ادخلت إذا واحد مريض بتعطوه الحالي مثل ما هي ما بتوعدوا بتخبوا عليه ولا كذا مثل الدول العربية فنرجع هون الموضوع الناس اللي مستخفين في الموضوع احنا ما حنخبي عليكم احنا ما حنقولكم الموضوع مش مخيف مشان انتو ما تخافوا لا احنا حنا احنا عطيكم الوقائع مثل ما هي وما حنقولكم ما تخافوا من هذه الوقائع لكن احموا نفسكم احموا أطفالكم احموا أهاليكم للشباب التين ايجر ما تكون سيلفش ما تكون انك انت شاب وتقولي نسبة فاصلة 2% مات أنا سمعتها كثير من شباب هذي طيب إذا انت مش مهتم بحالك هذه النسبة المئوية تطلع لحد ما يصير الواحد عمره ستين سبعين تمانين تسعين سنة تطلع نسبة عالية فوق الخمسين في المئة معنات انت ما عليش انك انت مات وما عليش اللي عمره 40 سنة ما ينصاب واللي عمره 50 سنة ينصاب ويتعالج منها بس جدي وجدك ولا والدي والدك الله يحميهم ما عليش يموتوا هذولا مش مهتم فيهم شو رأيك دكتور؟ لا معك صدق انا بحكي انه زي ما حكيت المسئولية الفردية او المهمة في هذا الوقت جدا وهي اللي بتظهر هلأ كيف قدرتنا كمجتمع ما بعض انه نقف ونساعد بعض زي ما حكيت انت اللي خايف اللي قاعد في الارقيلة هذا وخايف مش خايف ع حاله لانه شاب يخاف على اولاده واخوانه وخواته وامه وابوه واذا مش خايف عليهم خليه في محل الارقيلة ما يرجع البيت فالالبيرسونال الارقيلة الان جدا مهمة اه بدي احكي يعني فيه سؤال فيه انا شايف اسئلة بعرفش اذا انت شايفها فيه اخت هون طبعا الله يقويك وفيه ناس بدعونا الله يدعي ويرحم الجميع أغفرنا هون في نوعية الأكل مهمة جدا نعم الأكل مهم جدا لجهاز المناعة من أهم طرق طقوية جهاز المناعة اللي هي الأكل لكن للأسف في ناس يعني ما بتوكل healthy لازم نوكل healthy هون ما لازم نوكل أي شيء من اللحوم والأجبان سيئة جدا في كتير theories عن الأكل أنا ما بدا أدخل الآن في موضوع الأكل لأنه أنا ما بنجر وراء الثيوريز هاي الآن كل الناس بيحكوا أنه لازم تكون vegetarians ربنا لم يخلق شيئا عبثا كل شيء له فايدة كل شيء له مكانه في الجسم ولازم نستخدمه بالطريقة الصح يعني ما ننزل لحوم وخلص ما نوكل باقي الشغلات أو نوكل بس أجبان وما نوكل خضروات كل شيء له أهمية تحضر إذا في عندك أي تعليق بالنسبة للأطفال عم يحكوا عن مسؤولية الأطفال أنا مضبوطة انتبهت على هذا الشيء وأنا نفسي ممكن الحمد لله شكلنا شباب أنا والدكتور لكن يعني تعدينا عمر الشباب تحدينا عمر الشباب شوي أحكي عن حالك نعمل جغل كثير كويس نعمل دعاية لنوعية الصفغة طيب الأولادي أنا شباب ما شاء الله كمان بالـ 18 سنة فلاقيت 15 سنة كمان عندي شاب في بداية الموضوع ما كانوا أخذين موضوع بجدية بالمرة يعني كان بعضهم عم يروح على النوادي بيطلعوا بالترانزبوتاشن يعني اضطريت أحكي معهم بالجدية موضوع الترانزبوتاشن هذا كم شخصاً يطلع في الباص مين عم يحط إيده هون مين مهتم مين موضوع يعني هناك ناس مش مهتمة بالمرة بالموضوع يعني بلا مؤاخذة في ناس عندها قدارة يعني بيمسح بإيدي بأماكن رهيبة بيحط إيدي بأمكان بيأتي بعدين بيمسك الباص بيمسك بيعود فهذه الهيجينز مش موجودة عند كل الناس في ناس ولو نسبة ضئيلة مش موجودة عندها وانت عم تطلع ببلك ليس معنا انت قباً لكل شيء الوقت الحالي كثير مهم فارجوا الفيديو لأولادكم اللي بيعرف الدكتور جمال اللي بيعرفني اللي بيعرف خالد رشيد يعني بيصير في أكثر من الجهة عم يقولونهم يا عمي يا شبابنا اعدوا في البيت هذه العطلة المدرسية مش مشان تطلع يعني لا في وندرليند ولا في مراءة كل لسه على الدنيا تلج وهذا الوقت أفضل وقت انك تعد في البيت إذا عندك دراسي تتابع سمعنا عن موضوع المدارس وفيه موضوع خطير جداً يعني في المدارس اجا رسالة مبارح من المنطقة تبعنا عم يحكوا وزير التعليم في أونتاريو طبعاً الخبر مات أكادمية بالمية مش ضابط مية بالمية لساعة عم يدرسوا دكتور جمال اللي هو يمكن بعض المدارس ما يرجعوا للمدارس للترم جديد يعني عم نحكي على سبتمبر يعني شو عم نحكي احنا عم نحكي أبرول مارج ابرول مي جون جولاي اوغس سبتمبر عم نحكي خمس ستة شهور إجازي ليش يمكن يصير هالشي يمكن يصير هالشي بسبب العطلة الصيفية اللي جاي فانت عندك العطلة الصيفية وهذا الترم مش نص يعني مش يجزء منه فإذا كمان ضلوا معطلين لأبرول شو بدهم يفتحوا شهر وما بيعرفوا شو حيصير يصير هالفيروس من هون لشهر بهالحالي هاي دكتور جمال إذا انت عندك انبوت على موضوع أطفالنا شو يعملوا هلا بالنسبة للتعليم قالوا انه في حال عملوا هالشي هذا حيطلعوا على ماركس تبعهم خلال هاي الفترة ونجعوهم اوتوماتيكلي عهوى الماركس تبعهم عهوى النتائج تبعهم في الوقت الحالي ما حنستبقى الأحداث لك عم يحقوا في هذا الموضوع اذا صار هذا الموضوع لا سمح الله شو لازم يعملوا الأطفال في البيت طبعا هنا تأتي مسؤولية الأهل مسؤولية الأهل مهمة جدا خاصة احنا الآن فاضين ورأي يعني ما في عندنا أي شي فأنا بدي أشوف إذا بقدر أحط لنك لموقع اسمه سكوليستيك كندا هحاول أضيفه يس أنا هيني هضيفه هذا اللنك هذا المؤسسة عم تعطي الآن دروس لايف للأطفال عشان يتابعوا جراستهم معظم الأطفال سكوليستيك كندا يس حطيت اللنك للي بديوا إياه معظم الأطفال خاصة اللي قبل جريد 11 أو آخر سنة لن أحكي حسب المقاطع اللي هم قبل آخر سنة يعني وضعهم شوي سهل آخر سنة هم اللي أصعب إشي لأنه هاي الثانوية العامة أو نهاية الدراسة ورح يدخلوا جامعة فأكيد متوترين أنا بحكي إنه قدر الله ما شاء فعل مهم ما يتوتروا نكون مساندين لهم كأهل نساعدهم إنهم يأخذوا نكون دائما مستمعين للأخبار خاصة اللي تيجينا من البورد أنا متأكد إن البورد والمعلمين رح يكونوا يغذون بالمعلومات أول بأول لأنهم أكيد مهتمين برضو لهذا الموضوع فأخذ المعلومات رأسك لازم تعرف مين هو عدوك مين هو صديقك في هذا الموضوع فبالتالي أنا بحكي للجميع الآن في عندنا فيروس عدو وفي عندنا أصدقاء الحكومة عندنا أصدقاء من الناس الموثوقة من الأطباء من المعلومات الصحيحة حاول دائما تثق بأصدقاءك وتعرف تأخذ منهم المعلومات اللي بتحتاجها وتعرف عدوك عشان تعرف تحاربه الفيروس هذا ضعيف يا جماع ضعيف جدا الفيروسات الكورونا ضعيفة إحنا عندنا سبع فيروسات كورونا انعرفت سبع فيروسات كورونا انعرفت أربعة منها أربعة من هذه الفيروسات قريب عادي إحنا كل سنة ممكن نصاب فيها وإحنا مش عارفين إنها كورونا وفيه ثلاثة اللي هم اتنين منهم السارس والميرس الميرس اللي صار في الخليج العربي والسارس اللي صار بالصين وانتشر في العالم وهذا الثالث اللي هو كوفيد 19 أو بسموه سارس كوف 2 فالوضوع يعني مش هال خطورة اللي كبيرة لكن الاستهزاء فيه قد يؤدي إلى قتل ناس كثير أنا بحكي don't panic but be prepared اعرف عدوك اعرف كيف تحفظ صحتك ونفسك ما هيصير إن شاء الله إلا كل الخير للجميع وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا اعقل اعقل اعقلها وتوكل فأكيد كل إنسان اعقلها وتوكل قل لن يصيبنا إلا مكتب الله لنا فنحط الآيات كل آياتها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني وبتتنفس على أنابيب الشيشة وبيسحبوا الراسبراتوري هذه لحالها قصة لازم يسكروها يعني فيه ناس هتكرهني من هالموضوع بس الفيديو يكرهني من هذا الموضوع اللي يكرهني أيام الاكتيبست لموضوع تسكير الشيش لأنه بتضر أولاد تانية الحمد لله الأولاد عندما بيشيشوا على علمي وإن شاء الله ما يشيشوا لكن ما بعرف أطع البث ما سام سام في شيء المهم في كم سؤال خلينا نجاوبوا أنا مش عارف ليش أطع البث نرجع طيب هل الفيروسات تعيش على الاصل personal responsibility سام في موضوع بيعملوا drop down وبيكون موجود ممكن يكون موجود على services مثل ما سمعنا أنه يعد واتفضلت أنت حكيت أنه يعد على services مثل اللاستيك والطاوض مدة ما بين 11 إلى 20 ساعة وعلى الفيروس والمواد الصلبي ما بين 6 إلى 12 ساعة وعلى الفابرك يعد من 11 إلى 20 ساعة وعلى الجلد يعد ما بين 5 دقيقة إلى 11 دقيقة مثل ما سمعنا منك وسمعنا من باقية البكاترا الموضوع هنا أنه لما هذا الفيروس يضح على الفضور أو يكون موجود بأشياء تانية أنه يمكن أن ينتقل في الشوز هل هذا الشيء صحيح أنا سمعته من أكثر من مكان ومشان يك قالوا لك أنه في الصين صاروا ينضفوا الشوارع وفي كوريا صاروا ينضفوا الشوارع بالكلورين وبالمواد هذه وصاروا يطلبوا من الناس ترك أحزين على معي دكتور معك مضبوط اللي بتحكيه صح الشوز ممكن تنقله لأنه أكيد إذا واحد عطس في مكان وإنت مشيت على هذا الرذاذ أكيد ممكن تدخل الفيروس للبيت النسبة ضئيلة جدا ليش بتحكي ضئيلة لأنه احتكاك الأحذية بالأرض يعني أنت تهيئ أنت بتحك قاعد بالأرض عبر ما توصل على البيت يعني إذا ما كان أمام البيت هذا الحادث أو العطسة الاحتكاك هذا بيخفف كتير من وجود الفيروس فهي ضئيلة جدا لكن أكيد أكيد إذا بنقدر نخلي الأحذية بالخارج ما نستخدمها إلا للخارج أحذية داخل البيت نخليها لداخل البيت ما ندخل بنفس الأحذية للبيت هذا بيكون أفضل أنا بخليها في القراج القراج بارد الجو عندنا بارد وجود الفيروس على الأسطح بدي ركز عليه شوية لأنه في كتير ناس الآن صارت تتخوف هذا الفيروس جديد وجوده على الأسطح موجود دائما لفترات معينة الأرقام اللي بعطوك إياها الناس والعلماء بتعتمد على كتير عوامل من هاي العوامل اللي هي وجود عامل الرياح قديش نسبة الرياح اللي موجودة درجة الحرارة الخارجية للجو درجة الرطوبة هذه كلها بت تعطينا الرقم النهائي للوقت اللي ممكن يجلس في هذا على الأسطح معظم هذه الفيروسات لأنها ضعيفة زي ما حكيت ما بتبقى مدة طويلة على الأسطح بتكون معظمها مدة قصيرة جدا وجدت بعض الدراسات إنها up to five days سمعنا ببعض السوشال ميديا بتحكي up to nine days وفي بعض الأماكن 20 days أنا أتوقع أنها تخويفية وليست أكثر لأنه معظم الدراسات والعلماء وجدوا إنه ماكسموم ماكسموم في أحسن الظروف تجلس خمس أيام نشوف سام الجسري بس نشوف دقيقة بس أعمل إذا في حدا حاببي ينضاف ويحكي في الموضوع يبعتلي وأنا حبعت له لينك عشان أقدر أضيفه فمن تشرف إنه يكون معنا في سؤال هون أغلبية العائلات من هبة العداسي الله يسلم عليك ويغفر لك والله يساعد أهن في الضفة وفي غزة أخت هبة من ناشطين في رامالله الله أعطيها العافية أغلبية العائلات بظنوها عطلة للزيارات العائلية الوعي المجتمعي جدا مهم والعمل ضروري والملصات الإلكترونية جيدة نعم أنا بحكي أنه طبعا الآن مش وقت زيارات ولا وقت نجلس مع بعض ونتحدث مع بعض غير عن طريق الآن خلينا نستفيد من السوشال ميديا السوشال ميديا أكيد مهمة جدا وجودها الآن هين عم بساعدنا نوصل رسالة للمجتمع وإن شاء الله تكون رسالة جيدة إذا في عندك أسيلي إذا ما في خلينا ننهي البات أه البرتا التعليم علق فيها علق التعليم في معظم المدن الكندية والمقاطعات كتير مدن حتى مقاطعة أنتاريو علقت ثلاث أسابيع ونحن ننتظر باقي يعني أعتقد أنه كبيك نفس الشي أه البرتا نفس الشي فعدة عدة مدن ودول أو مقاطعات سوريا معلش أنا عم بشوف هون وهون شو طيب بدي أرجع أحكي أنه موضوع الوقاية من هذا المرض بسرعة عشان ننتبه خمس شغلات مهمة جدا الشيء الأول وهو معرفة هذا الفيروس والمعلومات اللي ناخدها من وين ناخد المعلومات الشيء الثاني اللي هو الصحة العامة أو جهاز المناعة اللي عندنا لأنه جهاز المناعة لازم نقوي وهم جدا جدا الشيء الثالث اللي هو الغسل اليدين بشكل جيد 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 بالماء والصابون الشيء الرابع وهو مهمه هو عدم لمس الوجه بشكل عام الأنف والأذن والتم إلا إذا كانوا يديك مغصونين كويس والشيء الأخير اللي هو الكل عم بيحكي عنه الآن السوشيال ديستانس اللي هو إنه يكون عندك مسافة عن غيرك لمدة تزيد عن ما لا يقل عن ست سكس فيت يعني حوالي مترين فإذا رايحة بالسوبر ماركت بدك تطلع بره الجو حلو بره لليوم لنطلع نقصدر شوي فمش غلط حننهي الآن هذا اللايف الله أعطيكم العافية وشكرا لكم على استضافتكم لنا في بيوتكم وإن شاء الله تظلوا سالمين غانمين سام رجع سام رجع سام كنت بدأ بعد طيب التلفون قاتت معنا فارجعنا حضينا بالشاحن شاحن هذا بورثبول ورجعنا لايف معاكم طبعا تشتغل معك دكتور الله يعطيك العافية والله يجزيك كل خير على شغال دائما بتقدمه يعني معروف في أشواء كتير وحاول كأن دا أعمال اللي بتقوم فيها طيب ما بعرف إذا كان في أسئلة تاني ما كنت بتابع خلال اللحظات اللي فاتت أنا جوابت على أسئلة الموجودة إذا في عندك أي استفسارات ممكن نجاوبها أو فيه إشي ممكن نشير أنا حكيت عن موضوع أهم الطرق للوقاية وفيه كان سؤالين على اللغة لهم فإذا عندك أي أسئلة نعطي لكم أبديت سريع أبديت سريع عن الأرقام اليوم في الصين وفي مدينة وهان تم اكتشاف حالة واحدة فقط فهذا إنجاز يعني إنه يكون عنا بس حالة كندا كندا اليوم 465 حالة 465 حالة في 24 حالة جديدة I think وحالة وفاء فعدد الوفيات total 5 الناس اللي تعالجوا total 11 والأكتف cases 449 أجين هاي الأرقام من أحد المواقع المواقع تختلف عشان الناس نسأل كتير ليش في ناس بيحكوا هيك وناس بيحكوا هيك المواقع تختلف من موقع لموقع في مواقع تعمل up to date by second في مواقع كل ساعة في مواقع كل ساعتين في مواقع كل يوم مرة واحدة طيب يعني ما نكون هي الأرقام يعني المهمة يعني ما مش بالمية بالمية يعني طيب طيب ما نقرأ هذه الأرقام لحد الآن من مبارح هذه الأرقام تزيد ما بين 10 إلى 10 إلى 20 ألف حالي كل يوم يوميا طيب 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 هذه طبعا حول العالم مش في مكان واحد كندا كانت على القائمة في ناس يعني كندا كانت على القائمة من حوالي أسبوع برقم 55 على القائمة من تحت والآن نقطت على رقم 21 ففي مبارح بين دولي ثاني ف إذا لا أعرف إذا تبين هذه الأرقام قدامك إذا لنفتحها ونقرأها لأن هناك الكثير مش عرفاني تقرأ هذه الأرقام أجل أنا بدي أركز على موضوع الأرقام الأرقام هذه يعني الآن مثلا إحنا في الصين ساعة أربعة الصبح فالصين مش عم تعمل ريبورتين معظم الريبورت بيصير إلا أعتقد الساعة 12 الظهر من كل يوم فهو هون بتصير الفرق في الأرقام إنه هذا بيصير ريبورتين وهون ما بيصير ريبورتين الWHO الآن بتحكي إنه طبعا أكتر رقم موجود بالصين 82 ألف حالة إيطالي 27 ألف وتسعمية يعني حوالي 28 ألف حالة إيران الحالة اللي بعدها ب16 ألف حالة وشيء سبين الآن المشكلة اللي عم بتصير في إسبانيا إسبانيا بتزيد أعدادها بشكل كبير اليوم 11178 كوريا كوريا هي اللي أبدعت صراحة كوريا الجنوبية والترك اللي عملته كوريا أو الطريقة اللي عملتها كوريا في العلاج أو في الوقاية من هذا المرض اللي هي التستينج اللي هو فحص كوريا باليوم بتفحص 20 ألف شخص للعلم كندا إلى يومنا هذا فحص 38 ألف شخص يعني ما فحصت كوريا في يومين فحصت كندا خلال حوالي شهر ونصر فهو حتى ركز عليها رئيس الوهو أو منظمة الصحة العالمية التستينج مهمة كندا 424 هون قطر أمامنا الآن أعتقد في هنا المنافسة أنا بدي أحكي شوي عن بعض الدول العربية يعني بعض الدول العربية الحمد لله بدأت تأخذ قوية بهذا الموضوع سمعنا أنه الكويت قبل أسبوع تقريبا أوقفت البلد شدة الأردن أعتقد من بداية من غدا أو من اليوم رح يكون برضو عندهم إغلاق كامل لبنان أعتقد أنه نفس الشيء عندهم إغلاق السعودية أغلقت كثير من الأماكن دور العبادة والصلاة والحرام والهذا الموضوع يا جماعة أنه نرجع من حكي أن الحكومة تطلع قوانين نحن كمواطنين علينا الالتزام بها عدم الاستهزاء فيها يعني تهيأوا أنه تريد أن تمسك الحكومة كل واحد تنزل بالشارة تقول له ليش أنت طالع وشو بتسوي وتحطه بالسجن يعني الموضوع يعني أبسط من هيك إذا إحنا التزمنا في هذا الموضوع صحتنا يا جماعة الموضوع مش موضوع عنده الحكومة شو بتسوي يس هذا الأرقام اللي موجودة صحيح فالموضوع أنه لازم نلتزم لازم نلتزم لازم نلتزم في حوالي 200 ألف الان 197 ألف حالة من الكورونا تم تسجيلها رقم كبير جدا 8 ألاف قربنا على 8 ألاف وفيات هذول الأشخاص رقم واحد منهم مهم جدا لأنه هذول 8 ألاف هم عبارة عن 8 ألاف شخص ماتوا لأكثر من 8 ألاف أخ وأخت وزوج وزوجة وأب وبنت وعم وعم وخال وخالة وجد وجدة 8 ألاف شخص يا جماعة الحمد لله الرقم اللي تحته هذا الأخضر برضو الريكوفر هذول الناس اللي تعالجوا هذا الرقم ممتاز جدا بالنسبة وتناسب مغظم إذا بتنزل تحت أخسام شوية رح نشوف لتحت لتحت الصين معظم الأرقام هي بالصين يس عند هذا الجدول زي ما أنتم شايفين العدد هون 80 ألف عدد التوتال كيسز وأعتقد حوالي 70 ألف اللي تعالجوا منهم لو على اليمين شوي أيوة أيوة 68 ألف التوتال ريكوفر فهذا الرقم بمثل يعني 75 ل 80% من اللي مرضوا في الصين وهذا أكبر رقم يعني وهذا احترام متحية كاملة للصين وللي عملوه وأتمنى من كل قلبي الدول العربية طبعا لأنه أهلنا ولكن كندا اللي هي عايشين فيها واللي هي بلدنا الأم الآن بلدنا الحقيقي بلد أولادنا بلد أعفادنا أنه يتبعوا نفس النظام والحكومة ما فينها تجبركم مثل ما تفضل الدكتور ما فينها الحكومة تنزل تشد كل واحد من إيده وتحطه في البيت وتسحبه من الأماكن يا جماعة الدكتور أرجوك دكتور احكي عن موضوع الهوردينج اللي صار الهوردينج هذا يعني هذا دع لحال وباء هذا وباء الهوردينج يعني مصنف بأشي غلط عندهم في الطرج الهوردينج هذا اللي صار اللي الناس بتنطلق على السبرماركات العربية والأجنبية بتقعد فوق بعضها مشان تشتري أغراض وتنسى كبار السن يعني هذه مصيبة لحالها فينا نحكي فيها بآخرة الفيديو بس دي أحكي عن موضوع دكتور أنه في ناس شككوا في موضوع كندا موضوع كندا حقيقي وهي كندا هنجي لكم عليها الآن كندا تتنافس للأسف مع أستراليا ومع قطر على المركز العشرين هيا كندا هوني هاي كندا وكندا نحن نحكي ارتفعت الله أعلم حوالي خمستاش أو عشرين حالي 465 الآن وعدد الموتى كان ثلاثة أو أربع عن بارح اليوم الخمسة فالموضوع مش دعبي والموضوع مش سهل وحكينا يعني نزل كمان مثل كومبرجن بين إيطاليا وكندا إن اللي صار في إيطاليا في اليوم الخامس كانوا في العدد هذا على فكرة كندا مش بعيدة من إيطاليا أنا اطلعت على الأرقام وكندا ماشي خطوة بخطوة مع إيطاليا مع بداية إيطاليا إن شاء الله أكون غلط وإن شاء الله يا رب العالمين ما يسير لكن الأرقام هي الواقع والساينز ما بيكذبها حدا مزبوط ساينز ساينز فالساينز صارنا في هذا الموضوع صارنا في هذا الموضوع حقيقة من وقت البلش الإعلان عن التفاشي أربع خمسة أيام تقريبا أسبوع ما بعرف إذا أنا صحيح مزبوطة معلومتي مزبوط أربع خمسة أيام عملوا كومبير عملوا مقارني مع إيطاليا إيطاليا في أول مدة كانت عشر حالي ومن ثم المرحلة التانية اليوم التانية صارت بالخمسين حالي ميت حالي في اليوم الخامس كانوا بالأربعمية وخمسين حالي فأحنا ماشيون بنفس الخطوات مش بعيدين عنهم إيطاليا اليوم بتقعد ما بين سبع وعشرين وثلاثين ألف حالي معلن عنها إيطاليا الآن في الوقت الحالي في مرضى كبار من السن ومحتوطة على Global Mail and Toronto Star مكتوب اليوم وعن New York Times لا يستطيعون علاجهم بسبب المستشفيات والبرناج اللي عندهم في إيطاليا يقولون لهم أنه لا حول القوة إلا بلا أنتوا خلص يعني رايحين تموتوا يعني إحنا أكيد عننا نظام صحي أقوى من إيطاليا هون في كندا الله أعلم ممكن تختي عن الشيك باكتور لكن كمان حال طوارئ اللي بتصير في كندا وهذا يشهد عليه الجميع أنا أخذ ابني بالهالمرة ست ساعات باستلنا إيده مكسورة إن شاء الله ما تنعاد إنه في الأيام العادية بننتظر أربع خمس ساعات في المستشفى في الطوارئ ما بقلكم إذا صار في مئتين ثلاثمائة أربعمائة حالي في المستشفى المستشفى قديش فيه هتستوعد ومشان هيك قالوا لك هيبعتوا الناس على البيت لما بيكون في كبير في السن مخاطر دكتور مخاطر يعني حرارة مرتفعة جدا في حالي صعبة وما في عناي إله أكيد أكيد هتكون نهايتي مش كويسي دكتور إذا فينا تحكي عن هذا الموضوع رجعا يعني كل دولة عم بتحاول أنها تجد أفضل الطرق للوقاية ما في الآن ما في إشي خطأ بنا نحكي كل دولة لازم تقوم بأقصى ما تستطيع المشكلة الكبرى في كندا زي ما حكيت أنه تبعت الأسرة تزيد عن مئة بالمئة بما معناه أنه مثلا في أوتوى في عنا 3500 سرير الأكوبنسي تبعتها 125% 125% معناها أنه في 25% من عدد هاي الأسرة عاديين في الكرادورات لأنه عندهم ضغط الآن الحكومة قررت أنه إيقاف جميع العمليات والزيارات الإلكتف اللي هي كان محضر لها ليش لأنه في كندا في كل مئة ألف شخص في فنتليتر واحد الفنتليتر هذا الجهاز اللي بحطوه للتنفص وهذا مهم جدا في الحالات المتقدمة 100 ألف كل مئة ألف هو في هو مفروض كل مئة ألف في إلهم مئة جهاز لكن في تسعة وتسعين منهم الآن الآن إنيوز فالفتارغ هو واحد طبعا الحكومة قدمت بليون دولار وإحنا سمعنا واحد مليار دولار لمساعدة في ذلك لكن السؤال الموضوع مش موضوع الآن فلوس الموضوع يعني الفلوس ما حتشتري الفنتليتر اليوم إحنا هل فعلا بدأت الحكومة بتطبيق شراء الأمور الواجب شراءها يعني أنا بحكي yesterday is better than today today is better than tomorrow إنه إذا شروها مبارح بكون أحسن من اليوم وإذا شروها اليوم أحسن من بكرة فالنقص في المعدات النقص في الأطباء كل هذا طبعا رح يكون أحد المشاكل ناس قاعدة بتقارن بين نظام الصحي في في كندا وأمريكا أو نظام الصحي بين كندا وإيطاليا النظامين بيختلفوا اختلاف كل وميدكالي يمكن كمبير يعني زي ما بيحكوا يمكن كمبير أبل تو بناناس أشياء مختلفة فعلا الاجين موجودة في إيطاليا عملت برضو في ضعف في جهاز أو البنية التحتية الصحية في إيطاليا كندا شوية أفضل بس again مش the best if we don't take the measures إذا ما استخدمنا النظام الصحيح أو الطرق الصحيحة للوقاية أنا بتوقع أنه لازم نتعلم يعني يا جماعة مش عيب نتعلم من دول أضعف مننا أو أقل مننا قدرة أو أفضل مننا كوريا كوريا الجنوبية عدد سكانها خمسين مليون تقريبا واحد وخمسين مليون كندا تمانية وثلاثين تسعة وثلاثين مليون فالرقم متقارب جدا نسبة التستينج اللي سوتها أو بتسويها كوريا الجنوبية عشرين ألف بليون اللي بتسويها في كندا إلى تاريخه اللي تسوى كاملة تمانية وثلاثين ألف تمانية وثلاثين ألف يعني نصف يعني يومين اللي بسووه في كوريا عم بتسويه كندا ف هل هو هذا ضعف هل هو عدم وجود الكاشف في ناس كتير عم بتلوم كل دول العالم الآن تحكي أنه الصين خلال هذو الشهرين اشترت أنه وقت أنه نحضر حالنا بس للأسف يعني بروتوكولات ما تجهزت ما فيه شيء تجهز خلال هاي الفترة الآن مش وقت لوم ولا وقت عتاب أنا أتوقع أنه الآن وقت أنه نقف مع بعض نساعد بعض رح ييجي الوقت اللي يحاسب المقصر فيه رح ييجي زي ما سوت الصين حاسبت المقصرين اللي تأخروا في الإعلان عن هذا وهذا وحكت أنه إحنا أخطأنا وفي ناس أخطأوا خطأ بشري وسيحاسبوا قانونيا حسب القانون فأتوقع أنه الموضوع يعني واضح إن شاء الله رب العالمين دكتور بس في معلومة مهمة أنه عدد طبعا مثل ما قلنا الساينت ما بتعرف التخبيل إحنا بحي أرقام أنه عدد المصابين الآن أكتر من عدد المتشفين لأنه هذا الرقم زاد خلال 48 ساعة فقط الماضية كان العكس كان عدد المتشفين أكتر لكن بدخول كتير من الدول لما كانت القيادة للصين في الموضوع كانت الصين عاملة العكس الشفاء أكتر من الضرر لكن الآن لو أجد هذا المرض في حوالي 100 دولة حول العالم أو أكتر الآن صار العكس صار المرض أكتر من الشفاء فمثل ما بيشوف 200 ألف حالي 7000 دات 81 ألف فالرقم يعني واضح عدد الحالات المصابة الآن اللي هي 107000 108000 فعدد الإصابات الآن مشان يكون واضح للناس لأنه الناس لازم تأخذ معلوماتها من أماكن دقيقة وما يحكوا بس على السوشال ميديا ويسمعوا لأبو عبدو وأم عبدو تحياتي لأم عبدو وأبو عبدو فالرقم واضح عدد الإصابات الآن أكبر بحوالي 20% من عدد الريكوفري نتمنى أنه يرجع يرتفع العدد وتكون الدول كلها صاحة للموضوع مش ضروري يعني أنا أدور اللي عمله الصين مع أنه صعب ومع أنه متعب ومع أنه قوي لكن أجبروا الناس يعدوا في الشؤى وفي العمارات دكتور صحيح وهذا المرض يعني ما حيروح لحاله والله العظيم إذا ضلينا نتناقله ما حيوقف في ناس تعد بتقولي الحرارة حتوقفه ليش ما صار في أفريقيا يعني إذا كل واحد يصير دكتور ويصير ساينتست ويفتح لي ساينز بلاب في الباسمان تبعوا ما بعرف شو صار في الدنيا أنا ما بعرف إنه ليش ما صار في أفريقيا ما بعرف الدكتور نفسهم والعلم ما بنعرف حيتوقف مع الحرارة ولا لا يعني إنه إذا صار الجو حر براء أنا أعد كل واحد يفسر عكف ليش عم يحكوا في موضوع المدارس المطولي الموضوع يمكن ياخد أسبوعين يمكن ياخد شهرين إحنا ما بنعرف إحنا ما بنعرف فجهز حالك دائما في مقولي هون جهز حالك للأسوأ للأسف لك هاي المقولي معروفة حول العالم بالإنجليزي بيقولك جهز حالك للأسوأ لأنه إذا جهزت حالك للأسوأ إذا ما صار الأسوأ فأنت بس إذا صار الأسوأ أو أنت ما مجهز حالك هون مستقيمي صح ولا لا مضبط صدقت صدقت يس يعني أنا بحكي إنه المهم يعني ما نعمل نعمل نحاول نكون جاهزين لأي شيء بيصير حولنا يقلها وتوكل يعني الناس للأسف للأسف شوية استهترت في البداية لكن الآن الوضع أفضل بكثير في ناس صارت تستوهب إنه الموضوع بدأ وقرب يعني يمكن الأشخاص لازم يصير إشي يهزهم هيك عشان يقدروا يتحركوا وإن شاء الله يكون في الوقت المناسب ما نكون متأخرين أنا يعني حكيتها في أكثر من فيديو ووزيرة الصحة طلعت أعلنتها علنيا قبل حوالي سبعين أو ثلاث حكيت إنه لازم نتجهز نكون عندنا أكل نكون عندنا بعض المواد ناس أخذتها وعشان هيك ناس نجنت على موضوع الشراء والشراء والتخزين الموضوع ما يعني أوكي أنا هيوم حطيت بوست إنه وزن حالك قبل الحالة اللي إحنا فيها هاي وزن حالك كلياتنا ضدنا وزن بلاش يعني بدنا شراء عشان هيك خلينا نحكي إنه رح نكره لهذا الفيروس فالمختصر إنه لازم نبدأ بشغلات مهمة يعني بدنا نتعلم كيف نعمل بلان ليومنا يومنا تغير مش زي زمان أنا كنت رعا الشغل أرجع من الشغل ابني وعى المدرسة يرجع من المدرسة زوجتي نفس الإشي فالموضوع الآن رح يتغير في كتير أمور رح تتغير لازم نعمل بلان ما نضيع وقتنا وقت أولادنا نحاول نزيد السوشيال معهم نطلع برا خاصة إذا أنت عايش في بيت في عندك حديقة باسكت تقدر تلعب تقدر تتمش شوية حوالين بيتك فلازم يكون عندك شوية روتين رياضة عبادة شغلات مهمة أنا بشجع الصوم في هذا الوقت الصوم ممتاز عشان نخفف من الأشياء اللي شريناها طبعا الجنون اللي صار غير مبرر يعني مش بس من العرب أنا أبدأ أقول من كل العالم حتى في دول إنها في أستراليا أنا أسمعي تصار في مشاكل بضرب في اليد يعني بين الناس على على توالت بيبر يعني إشي غريب ما له تبرير توالت بيبر ليس لها أي علاقة بالكورونا الكورونا معك واحد معك تفضل الكورونا بتسبب ماكسموم 2-3% إسهال في 3% من الحالات فالموضوع ما في داعي بانيكينج وبعدين إحنا عادين في البيت فلو صار إسهال بيروح الواحد بتحمم بيغسل في المية بيشطف فالموضوع مش موضوع معقد ما في داعي للبانيكينج بالنسبة للبوليت بيبر واللي ما شرى برضه مش مشكلة كبيرة وللعلم أني وانا مبارح نزلت على السوبر ماركت لقيت موجود يعني بس الناس ما بتحب لك دكتور الدفع اليوم من هذه 10 دولار فقد ما بتحب إحنا جاهزين إن شاء الله طب اسمع اسمع احفظها لأنه بكرا قدت احتاجها أكتر طب مؤخزي من المتفرجين بس عن جد الموضوع صار يعني يعني عن جد مبكي مضحك يعني نحن الحمد لله رب العالمين ححكي عننا المسلمين يعني والعرب بشكل عام هذا اكترا عنا يعني للضيوف للحمام لكن الحمد لله رب العالمين عندنا الطهارة والنظافي والهايجين أكتر بكتير من هايش هذا تمام نحن الحمد لله التشطيف والتنظيف بالمؤخذ من الجميع والصوبني والحمام هيجين عالي جدا 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 فما طلعنا رقدنا وبكينا على هاي الشغلات سبحان الله لكن يعني اللي شفته أنا مو بس من هذه الناحية شفت مريت من جم سوبر ماركت عربي يا دكتور قبل مبارح وقابلت أطلقاء برق ما فوتت على السوبر ماركت إشي غير طبيعي والله العظيم إشي غير طبيعي يعني الناس وبعد إعلان الخطر وبعد إعلان الامريجنسي الحطريات ماسكينها باستهتار اللي بيبوث بالتاني اللي بيضب بالتاني يا عمي روحك مشاممتك روح أبوك عمك خالك زوجتك يعني حرام في إشي تاني في إشي تاني طيب ننسى الأرواح يا عمي عدد الموت خفيف في الموضوع طيب ما في إشكال هل أنت مستعد تدخل بهذه المعاناة وتدخل في هذا المرض يعني بدي أعرف هل أنت حابب تجرب المرض يعني ننسى الموت تجربة المرض هذا لحالها في منه تعدد حالات أظنها بذلك ورعا هو النوعية اللي بتدخل فيك لكن إذا إجتك النوعية القاسية اللي بتفوت وبتمسك بالرئتين وبتعمل الالتهابات ويا لطيف بيصير عندك حرارة مرتفعة جدا وحرب في داخل جسمك ورجب ويا لطيف ما بعرف ممكن توصل لحالي أنت حكيت عنها دكتور مرة من نوع من الدائرية في بعض الحالات القاسية هل أنت مستعد تعاني هالمعاناة هادي والله أنا مش مستعد يا عمي أنا هداك اليوم من أسبوعين من أسبوعين قابلت المير اللي هي محافظة من الساقة عملنا هيك لبعض يعني هذا السلام بيعرفوه من بتركيا يمكن بالدول العربية والدول الإسلامية نعرك في هذا السلام من 1500 سنة خط إيدك على صفر أنا أعزل إنتاج يتكلم الحمد لله طرق الوقاية منه بسيطة جدا يعني غسل إيدين تبعد عن الناس شوي تقوي منعتك يعني أمور مش صعبة كتير يعني في متناول اليد يعني لو بدنا نطورنا في فيروسات ثانية موجودة وصعب إنك تقدر ما تقدر تحمي نفسك فالموضوع يعني الحمد لله إنه مش دات الصعوبة اللي الناس كتير عم بتخاف منه لكن الفيروس نفسه قد يأتي فعلا بعدة أشكاء أو أشكاء ومن هاي اللي هي أشكاء الرابعة والثالثة إنه فعلا ممكن يوصل لبنيمونيا وممكن يوصل حتى لك كدني فيلرز يعني وهون بتصير حالات الوفاء لا سمح الله فيعني الفيروس طبعا هو أتاكنج البادي فإذا إنت جسمك قوي وإنت عارف كيف إنك تمنعه الحلو في الفيروس أو الكويس في هذا الفيروس إنه ما بدخل عن طريقة جلد وهذا إشي ممتاز فإذا ما إحنا دخلنا على الوجه أوكي ومن هون بدي أبلغ أوصل رسالة مهمة جدا لجميع المسلمين لأنه يعني إحنا بنتوضى كل يوم عشان نصلي فأنا عملت فيديو لأنه إجتني رسالة من أحد الأصدقاء إنه الحمد لله إحنا ما بصيبنا المسلمين ليش لأنه إحنا بنتوضى كل يوم خمس مرات طبعا شكرته أنا وفهمته وحكيت له إنه هذا الكلام خطأ كتير مسلمين أصيبوا وأكبر مثال الأرقام اللي موجودة وموضوع الوضوء الوضوء لا يقي من الفيروس ليش خلينا نحكي فيها إذا إحنا ما غسلنا يدينا بالماء والصابون الصابون مهم لأنه عشان نقتل هذا الفيروس ححكي بعد شوي ليش إذا ما غسلنا يدينا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية مضبوط دكتور أنت وعم تحكي بس بدي أعمل إضافي قاسم الإضافي وحنرجع على الموضوع بس هعمل إضافي بالنسبة للناس اللي بتحكي على السينتايزر 70% و80% الألقهول كمان الألقهول اللي بيعمل هيك طلع اللي بيعمل هيك وبس بيعمل هيك هذا ما مش الحال ما مش الحال الفرق هاي 3 ثواني ما مش الحال وأنا تسمعت للدكتور وشفت حتى بالالقهول والسينتايزر بدي يكون فيه إناف وبدي يكون فيه طريقة اللي حكي عنها الدكتور اللي هي تفوت بين الأضافر وتعمل الإيد كلياتها وبدأ تكون لمدة تعد 30 ثانية تقريبا وإيدك ملياني وهذا الألقهول الأحسن منه الصابون لدرجة أنه بعض دول للعالم وابعد صابون وماء في الشوارع للتنظيف لكن في حال ما نوجد الصابون والماء بس طلعين من السوبر ماركت بنستعمل هذا بطريقة صحيحة 30 ثانية عبين ما نرجع على البيت ونغسل التغسيل هذه الأيام 50 مرة وزيادة يعني ما توصفر تغسيل غسل أدماء في إدارة صحيح بطريقة صحيحة تابع من موضوع التغسيل والوضوء الوضوء الوضوء يعني إحنا معظمنا بس نروح نتوضى يعني بنغسل إدينا ثلاث مرات وهذا يمكن تأخذ مننا أكثر شي خامس ثواني يعني أنا يمكن ما شفت حدا بتوضى بماء وصابون ما عمري شفتها يمكن أنا مخطئ بس يعني هذا خلي كل واحد بينه وبين نفسه فشو بيسوه بحط شوية ماء على إيديه بغسلهم بعدين وين بيجيب على تمه فهو جاب كل الفيروسات اللي موجودة في إيديه اللي ممكن تقدي الأم العربية كلها وحطها وين بتمه ومضمض طبعا وين الفيروسات يعني إحنا ساعدنا الفيروس فأقين أنا نصيحتي الآن خاصة في الوقت الحالي وفي المستقبل أي واحد يروح يتوضى يغسل إيديه قبل ما يتوضى بالماء والصابون لمدة عشرين ثاني بعدين يتبع الوضوء الوضوء جيد يطهر كتير أماكن بينظفها ما عم ننكر أهمية الوضوء عشان الناس برضو ما تفهم الموضوع غلطوا ما تأخذ لا تقربوا الصلاة والقص لا موضوع مهم الوضوء جيد بينظف كتير بعقم أماكن مهمة لكن أجن لازم نبدأه بغسيل اليدين بالماء والصابون ليش الصابون مختصر يعني هو الفيروس الغلاف الخارجي تبعه دهني فبيحتاج إلى مادة تقتل أو تقسم البوندز أو الروابط بين في الجدار هذا الصابون بيسوي هذا الشيء وأكبر مثال لما إحنا بنغسل الصحون الدهني اللي عليها دهون الصابون بس اللي بيشيلها المية ما بتشيلها فهذا نفس المبدأ إحنا لما نحط الصابون هو بكسر هذه الجزيئات الموجودة البوندز و بكل سهولة يعني بنخلص منه يعني موضوع سهل ما بدوا تعقيدات ما بدوا نروح نشتري مليون ألف سانيتايزر السانيتايزر زي ما حكيت الكهوليك في لازم يكون نسبة الكحول في أقل إشي 60% شفنا كتير فيديوهات ناس الله يعطيهم الخير والبركة بس يمكن ما بيعرفوا أنه لازم يكون 60% عم بحاولوا يخترعوا يورجوا الناس بعض الناس بحطوا مي وملح يعني فيه بلا مؤاخذي يعني آسف بس مش لها الحالي هادية يعني مي وملح فخضط فيها مش هد سنانك مش هد الفيروس فيعني وبعدين معظم السانيتيزر الهان سانيتيزر كويسي للبكتيريا يعني معظم الهان سانيتيزر تقتل البكتيريا بس الفيروسات الريزيستنس تباعها إذا ما كان 60% فما أعلى ما بتقتل هذا بنشوفه كتير بالوايبس الوايبس برضو معظمها ما بيكون فيها 60% اعتقد 40-45 الكحول العادية اللي بتنشرب يعني الفودكا والهاي هل تكفي لا لأنه هي أصلا بيسببها أقل 5-7% و10% يعني مش هتقتل إشي يعني لما الناس للأسف دكتور بيتتفرج على أفلام كتير فبيشوفوا بالفيلم أنه بطل الرامبو بطل الجرح وجاب النينة الالكوهول وكدتها على إيده هذا فيلم يا أخي فيلم يعني وهم يفتكروا أنه خلص هذا معقم الألكوهول ليس للتعقيم الألكوهول تبع الشرب ليس للتعقيم ولا تبع صحيح صحيح موجودة في بيوتنا كمان بس يعني ما حدا يقول ما بائي فحلال أروح أشتريها يطلع الـ يشير كام يقول هدول ليس للتعقيم لا ينفع لا ينفع أبدا نعم دكتور جزاك الله كل خير أتمنى أن نكون متابعين إذا فيه خلال الأيام الجاي أي إشي إن كان مع برلمانيين مع أصحاب قرار مع مع أوفيسرز مع أي إشي له علاقة بالصحة وحتى إحنا لحالنا نعمل برامج مثل هذه نحكي للناس نوعي أهلنا بآخر اليوم بلا مؤاخذي سوري دكتور بس هحكيها مثل ما هي لا أنت محتاج شهرة ولا أنا محتاج شهرة إحنا بنعمل إنت صار لك ما شاء الله سنين بتعمل في الأوتواء وأنا بأخذ ما لا يقل عن 12-15 سنة في منطقة مستاغة فإنحنا إذا عم نعمل هالشي إن شاء الله لمنفعة الناس كامل قلبنا وكامل قدرتنا عم نعملوا فقط لمنفعة الناس وعم ناخذ من وقتنا يعني ساعتين وإذا فيه تحضير أصلا فراح يعني نصف اليوم لهذا البرنامج ويعني عم نعملوا للناس إن شاء الله لمنفعة الناس والمنفعة العامة نتمنى من الناس بتفاعل مع الشي بشي جيد اللي عنده شي مش كويس يخليه لنفسه أو يحكيه بيننا وبينه على الخاص في فكرة طلعت عند الناس في الفترة الأخيرة بعض الناس ضعاف القلوب اللي هي النصيحة الجفصة بنقول عنا بسوريا إحنا جفصة النصيحة الجفصة والناشفة على العام هاي النصيحة مش هيك نتعلمين ومش هيك أخلاقنا النصيحة بتكون إذا توعب وكويسي بتكون على العام إذا النصيحة فيها شي جفص وفيها خشوني لأحسن تكون على الخاص ما تكون على العام مشان ما تجرح شعور الشخص اللي يحاول يؤدي عمله أو يؤدي واجبه أو يؤدي شو ما تعمل الشي تاني انت ضيف عند هذا الشخص الشخص تماع يطلع عم يطلع عصبحته الخاصة وعم يعمل هذا الشي مو مشان التوعية فإنت ضيف عنده فبآخر اليوم كمان نكون يعني ما نكون ضيوف تقال نكون ضيوف وإن شاء الله إحنا كمان ما يكون مستضيفين تقال ونكون عم نوصل الخير للناس آخر اليوم اللي عنده نصيحة يتوصل معي أو مع الدكتور على الخاص وإحنا جاهزين لأي شي اللي عنده سؤال يكتبوا على العام وإحنا إذا قدرنا نجاوب عليه بإذن الله بنجاوب عليه نتمنى لكم السلامة نتمنى أنه عن جد تقعدوا في البيت تخليكم في البيت مثل ما بيقولوا تحاولوا تعملوا برامج في البيت يعني أنا من صار لثنين ما لعبت شطرانج مع ابني وفكرة اتفاجأت أنه كان حيغلبني لأني استخفيت في الحقيقة عم بحكي يعني السامحوني استخفيت بقدراته والولد طلع عم يلعب شطرانج من وراي ابني حتى عم يلعب شطرانج عم يلعب شطرانج من وراي ومتعلم ومجهز لحاله وقعدوا والله غلبني يعني بالآخر اضطرينا أنه اضطرينا أنه نعمل حركات قوية جدا في آخر اللعب أنه يصير في تعادل يبقى ملك وملك لكن هو مشال إياها يعني لأنني أبوها البابا وما بابا فمشال إياها لكن هو ربح ما شاء الله الله يحفر لك يخلي لك أولادك يا رب فإن كان لعب شطرانج هذا يعني هذا بيحرك العقل ويحرك يعني رياضة للعقل إن كان رياضة يعني رياضة التي لديه التردميل التي لديه على فكرة رياضة أنا كثير حكيت فيها لأنه الحمد لله رب العالمين طول حياتي إنسان رياضي ما بعود بحكم بشيء لكن طول حياتي وزني يزيد خمس باوند وينقص خمس باوند لكن ببقى بصحتي الحمد لله الرياضة لا بدها أشيء كثير فينا نلعب رياضة من بيتنا يعني وزنين في البيت خمس باوند خمس باوند عشر باوند عشر باوند هذا كل شيء بدك إذا ما عندك أوزان لازم لك أوزان وفينا تفرج على قنوات رياضة كيف يمكنك تعمل سيتابس كيف يمكنك تعمل بوش يمكنك تمشي ففي يمكنك تطلع على الدرجة وتنزل اللي بيمزحوا كثير عن موضوع أنه سيجيد موضوع الطلاق في هذه الأيام الناس بيبعتوا لي على المكتب المحامى عنه جاهز حالك حتى تعملوا مصاري كثير من موضوع الطلاق بعد إن شاء الله الله لا يقدر وبتناش هالمصاري يجي منه الطلاق في نصيحة في نصيحة على رجال استغلوا وقتكم بالغسيل الجلي عشان نبعد عن موضوع طلاق ضبط ووضعكم طيب في الفيديو الجاي بنحكي لكم عن أحسن طريقة لغسل الصحون وغسل الأواعي بس معلش في سؤال جيد من الأخت هبا فارس طبعا في شوية أسئلة كانت جيدة هون هذا سؤال ممتاز هل يوجد برنامج علاجي يمكن أن نستفيد به الصين أو نستفيد به من الصين على سبيل المثال وغيرها من الدول لو استأكد يا أختي بأن الصين اكتشفت علاج ما حتخبيه لأنه حتبيعه فالموضوع بروفت يعني والدول كلها تتصابق والشركات الأدوية كلها تتصابق الآن لإنتاج الدواء وعقار أو فاكسين اللي هو مصل فالموضوع لسه تحت التجربة ما في شيء محدد الصين طبعا جربت عدة أدوية ويمكن أنا حكيتها أكثر مرة من فيديوهات عدة طرق للعلاج في منها أثبتت فعاليتها بأحسن من غيرها حتى في دواء للملاريا قديم جدا استخدموه وجدوا أنه ممكن عالد ما هي نوعية العلاج اللي تتبع تصلي لعلاج المرضى بالنسبة للمرضى هل يمكن احتمال بالنسبة للمرضى هل هناك احتمال أن يكون غير موسمي يعني أنه يرجع أو يضل ما فهمت السؤال بس أتوقع أنه أصدها أنه أنه موسمي أو غير موسمي آخر شيء في هيبة الأخت هيبة فارس تابعة الصفحة تابعة هيئة الصحة من يومين نعم أعلنوا هيئة الصفحة أنه كانت الصفحة فيها مشاكل حتى لدرجة دكتور أنه للأسف بعرف أنه هذه صفحة كبيرة وما لازم يصر لها هاك ولكن إذا في صفحات دول دول مثل أمريكا وغيره وغيره صر لها هاك صر هاك للصفحة وللأسف كان في حدا عم يلعب وحد عدد الموتى في الصفحة أظن مئة ألف أو إشي فكان في حدا عم يلعب لكن رجعوا عملوا لها سيكوريتي ورجعوا يعني اعتذروا عن الموضوع فهذا الشيء صار على العام وحكوه الجماعة لكن الموضوع عندر سيكوريتي عندر كنترول هلأ والأرقام اللي فيها حقيقية أنا بيسمي وبسم جميع اللي استفادوا اليوم واللي سمعوا واللي حيسمعوا اللقاء هذا نشكر أخونا سامر الجسري على جهوده و يعني برجع بكرر أنه الآن هي مسؤوليتنا جميعا ونفرا نفرا وعشان نحفظ أبنائنا ونحفظ مجتمعنا ونحفظ جميع من على هذه الكرة الأرضية والحافظ والله سبحانه وتعالى استغلوا وقتكم استفيدوا منها طورنا عليكم بس إن شاء الله يكون دمنا خفيف كان عليكم وما نكون أنا دمنا ما عندي أي شي غير أستودعكم الله ورد الشاشة دكتور جمال شكراً كتير وبدأقول لك على الهواء مباشرة مبروك على آخر جائزي أخدتها قلتلك على الخاص بس بقول لك على العام إن شاء الله تسلم يعني أأسف جداً على الوضع اللي إحنا فيه حول العالم وعلى الوضع اللي إحنا فيه يعني حتى أنا متضايق نفسياً يعني في عندي أشغال كتير كان في المكتب طريق أأخرها وأجلها لكن بدا أعطيكم نصيحة مني أنا عملتها أنا طلعت على المكتب يوم واحد من حوالي أربعة أيام في عندي الماكينة تبع فشلتها وجبتها معاي وجبت كرتوني فيها الملفات اللي عم بشتغل عليها الآن على فكرة المحاكم معظمها توقفت الآن معظمها المحاكم توقفت عننا في أونتاريو تم الإعلان على هالشي وأنا طبعاً مدير مكتب قانوني فما حكى هالشي اللي متأكد منه اليوم حتى إجاني تليفون من شخص من صديقتها محمد أبو مرزوق لأنه حكينا كتير عنه كانت محكمته التانية اليوم كمان محمد أبو مرزوق من شهر كتير في قضيته اللي صارت التعدي عليه والضرب الأخة الفلسطيني اللي فيه مصصاقة فاليوم كمان أجلوا له المحكم فتم تأجيل معظم المحاكم لأنه ما حيستحوا المحاكم قدام العامة ويخلوهم يتعرضوا للمرض فالملفات اللي مبدها محاكم لكن بدها متابعة مع الحكومي سحبتها واجيت على البيت وصرت أشتغل من البيت فحتى فيني أعمل كونفرنس أنا والمحامين اللي معي مع الزبائن فينا حتى التشارج عن طريق الانترنت فهذه الأيام معظم الأشغال كتير من الأشغال ممكن تداولها من البيت فإذا انت محاسب إذا انت بتشتغل بأشي مثلا وفيناك تشتغل من البيت اسحب شغلك على البيت مش ضروري توقف حتى لو تابعت بنصفه أو ربعه حاول إنك تنتج إشي حتى لو كان في عندك أشياء أديمة ملفات أديمة بدك تتابع عليها فهذا وقت إنك تتابع عليها عندك دراسة مش متابعة هذا وقت إنك تتابعها عندك أنت بتدرس فرنسي وبدك تصير أحسن بالفرنسي استغل الوقت هذا فاستغلال هذا الوقت لإشي نافع في الحياة ممكن يدخل في التاريخ تبعك ويعمل الفرق الكبير في حياتك تحياتي لكم جميعا دكتور شكرا كثير مرة تاني بدأ أذكرك وشغلي تاني أنا ما بعرف هي أول مرة بنستعمل البرنامج إنك تعمل شيء في أخرت هذا لأنه أنا ما مستعمله بحيث إنه ما يروح كل هالحكي هذا إذا راح لا حوله الله قوة إلا بذب أجر مرة تاني يعطيك العافي دكتور شكرا سلامة شكرا